تشكيل الأهلي الأفضل لمباراة القط من وجهة نظري أنا شايف أن الأهلي محتاج في الفترة الأخيرة بقرارة تاني لازم نحاول نفكر نلعب بتلاتة وراء تلاتة وراء خاصة مع ضغط المباراة الكتير ومع الإرهاق الكتير وعندنا مشكلة دفاعية في العمك الدفاعي وعندنا مشكلة في المساحات اللي في ظهر البكين سواء هاني أو معلول عشان كده الأفضل من وجهة نظري للتشكيل محمد الشناوي أنا عايز أحافظ على الشناوي بصراحة ممكن أدي فرصة لعلي لطفة في الدوري لكن في أفريقيا أنا شايف أننا نكمل بالشناوي عشان أحافظ عليه محرقوش حمدي فاتحي ما بين الاتنين المساكين خلد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم خلد عبد الفتاح هو اللي هيبقى المساك نحية اليمين يدي أريحية الهاني إن هو ينطلق كذلك محمد عبد المنعم حينطلق وراء علي معلول يرحل وراء معلول فعلي معلول يقدر يهاجم بأريحية شوية عكس برضو بيغطي المساحة اللي في ظهره اللي هي في الفترة الأخيرة فيها نوعاً ما مشكلة كذلك المساحة اللي في ظهره هاني يقدر يغطيها خلد عبد الفتاح الاتنين اللي في وسط الملعب أنا شايف أننا محتاجين نراحة ينجي شوية ينجي في الفترة الأخيرة محتاجين نحميه بيعمل تمريرات كتير خطأ عنده بعض الممكن يكون مرهك ممكن يكون عنده مشاكل في حاجات معانة أنا شايف أن لازم مروان عطية ما كانش ينفع ما يبدأش المباراة اللي فاتت وكان مفروض يكون أول تغييره لأن مروان عطية كان مهم جداً وده كان واحدة من ضمن أخطاء مارس الكولر في مباراة سانداونز وجود أحمد جندوزي جنبه هو اللي يقدر يعملك عملية الزيادة والتكملة وصناعة اللعب وفي المركز ده هيدي أكتر لأن ده مركزه الأصلي اللي هو اللي بيكمل جوه الـ 18 كبوكس تو بوكس لاتنين الأطراف أنا شايف أن بيرسي تاو ماشي بشكل كويس المباراة اللي فاتت وفي المباراة اللي هي بتبقى الساعة 6 أو الساعة 3 بيتعامل كويس مع الأفارقة عنده الخبرات دي أحمد عبدالقادر عودته مهمة جداً وبيديك حل في جابهة قوي جداً مع معلول محمد شريف قدام أو كهربا محمد شريف ماشي برضو بيجيب جوان كزا ماشي في أفريقيا بيجيب جوان وماشي بشكل كويس